اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقام بزيارات عديدة علينا اكثر من من رأي جهون علينا واحنا منعاني من الحكام الاداريين من محافظة عجلون ولا في انسان بصل البلد هاي البلد هاي بفوت المسؤول في وقت الانتخابات النيابية او البلدية فقط لا غير وهي اشي قدامك واقعي المشكلة الرئيسية هي البنية التحتية والقرى والطرق الزراعية اللي مش موجودة عندنا ما عندناش طرق زراعية بتاتا بالمرة يعني طلبتوا الجهات المانية اكثر من مرة يعني شوفوا هناك اجابة ولا وفيه كتابات ولا فيه لا توعي لا وعود ولا تنفيذ بالمرة يعني طلبتوا وعود لكن دون تنفيذ دون تنفيذ نعم مشاكل عديدة اول اشي عندنا مشكلة الصرف الصحي ما فيه صرف صحي بهذه القرية شايفاء كلها جور امتصاصية ومن يعني يعني كل بيت كل شهر بده من اربعين لثمانين دينار هذا عجور صرف صحي للتنكات ما فيه يعني معدومة خدمات بالقرية توجد هنا شبكة صرف صحي ما فيه شبكة صرف صحي وبالنسبة للمياه مرات اكثر من شهر بظل تهديره علينا الماء بالرغم انه الها شبكة مياه جديدة ما لها الشهرين نفس الاشي يعني قرية منسية من جميع الخدمات ومشكلة يعني كان فيه تلفونات عرضية برضو لدي عليها انشالوها وما ظلش يعني بقت عندنا خدمة وراحت يعني انتهت ما فيه ما فيه اي نوع من الخدمات حتى على مستوى المركز الصحي عندنا ما بيعدي واجبه بالشكل المصبوط المركز الصحي ما بيعدي ولا فيه اشي بيعدي واجبه بالشكل الصحي عندنا بالقرية طرق الزراعية انا معمر بيت هاي طريقها باول بلد ما فيش سيارات قابلة تنقل مواد عساس تنزلي للبيت لانها الشارع فيها مكسر الشغلة الثانية الطرق الزراعية فتحت من قبل البلدية اشتغل بها الهمر او الاليات البلدية لمدة تسعين ساعة ومع ذلك ما فيش انجاز فيها اي اشي ولا سيارة الال بتقدر تخش الطرق الزراعية كأنها لم تفتح نهائيا يعني ما فيش البلد لم تحظى باي خدمات من اي من محافظة من اي مسؤول من محافظة عجلون نهائيا طبعا مشاكل عديدة يعاني منها سكان هذه المنطقة الذين طالبوا الجهات المعنية اكثر من مرة لكن دون مجيب من منطقة بلاص في محافظة عجلون محمد الفايز الحقيقة الدولية